بمناسبة مرور خمسين عاماً على توقيع اتفاقية اليونسكو لتراث العالمي الثقافي والطبيعي نظمت يونسكو الأردن بتعاون مع وزارة السياحة والآثار معرضاً فنياً خاصاً بستة مواقع أردنية مدرجة على موقع تراث العالمي وهي البترة وقصر عمرة وأم الرصاص ووادي رم والمختص بالإضافة إلى مدينة الصلط التي أدرجت العام الماضي سمو الأميرة دانا فارس سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث قالت إن الأردن يسعى من خلال خطط استراتيجية لإدراج مواقع جديدة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي منها أم لجمال دعية إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي في الأردن من خلال حماية تلك المواقع المميزة وترويجها بشتى الطرق عالمياً الصور اللي موجودة هي بتمثل الست مواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي اللي أدرجتها الأردن هاي أول ست مواقع تدرج ولكن فيه في المستقبل خطط لإدراج مواقع عديدة يعني بتمثل التراث الثقافي والتراث الطبيعي أيضاً لأنه بعض المواقع هي مواقع مختلفة مثل وادي رم مثلاً في منها صور قديمة وفي منها صور حديثة فأيضاً بتمثل لك الامتداد التاريخي لهذه المواقع ولأهميتها عنا أكثر من 15 ألف موقع مدروس ومسجل وعنا أكثر من 100 ألف موقع مكتشف ولكن ولله الحمد استطعنا أنه خلال السنوات الماضية ينسجل ست مواقع على قائمة التراث العالمي والقادم إن شاء الله أفضل بوجود أكثر من هذه المواقع على قائمة التراث العالمي السنهاي الحمد لله كان في عنا امتداد الموسم السياحي لشهر 12 لأول مرة أرقام شهر 10 السنهاي تشابع أو أعلى من أرقام 2019 هذا دليل أنه الحمد لله الأمور بلاشت بالتعافي